بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين كل سنة وإنتوا طيبين بمناسبة صوم الرسل ربنا يعود عليكم الأيام بخير صوم الرسل ده هو صوم القوة والكرازة صوم التكريس للمسيح ربنا يخلينا نتشبه بقى بقى أن الرسل وبكرازتهم في العالم كله قلبوا العالم كله وغيروا كله وأصبح كل العالم للمسيح وانتشرت المسيحية بقوتهم اللي خدوها وبشروا بيها يا ربي كده نتعلم منهم ونتلمز على أديهم في هذه الأيام المباركة نكمل مع بعض آخر إصحين في سفر إستير إحنا وصلنا للإصحي التاسع والعاشر نحن نقلق الآن بقى أكثر بقى كنانا نحن في سفر إصحي التاسع لذلك سنقل مع سفر إصحي التاسع والعالي هل تعرفين المرة اللي فاتت خدنا لما إستر تكلمت الملك وأصدروا قرار التاني أنه يسمح لليهود أن يدفعوا عن نفسهم طبعاً القرار مش ينفع أنهم يلغي القرار الأول لأنهم لا يستطيعون يلغيه لكن يقدر يدي قرار تاني أنه لو هجموا عليهم من حقهم يدفعوا عن نفسهم ودهم كمان الفرصة أنهم يقدروا لو قتلوا اللي قدامهم اللي حاول يقتلهم وهم قتلوا ياخدوا كمان فلوسه فبقى اليهود مش يدفعوا عن نفسهم بس لا ده كمان يدفعوا عن نفسهم وياخدوا فلوس كمان بتاعة الناس اللي هيهجموهم لكن اليهود ما عملوش كده وكانوا نموذج رائع قوي للناس فعلاً اللي بيدفعوا عن نفسهم بس ما هجموش ولا ولا أتلوا ولا استولوا على حاجات الأعداء بتاعتهم شابتر تسعة يقول وفي الشهر الثاني عشر أي شهر آزار في اليوم الثالث عشر منه عارفين اليوم ده اللي هو خلاص بقى هتنفذ الحكم بتاع الإبادة بقى في الشهر الثاني عشر اللي هو شهر آزار في اليوم الثالث عشر منه حين قرب كلام الملك وأمره من التنفيذ في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتصلطوا عليهم فتحول ذلك حتى أن اليهود تصلطوا على مبغديهم بعض الثاني عشر من الثلاث عشر than the 12th month is the month they will kill all the Jews all over the world because do you know Haman made a blood and the blood get the last month of the year is month of azhar On the 13th day, actually the day which Haman determined to kill all the Jews all over the world. The time came from the king's command and his decree to be executed. On the day that the enemies of the Jews had hoped to overpower them to opposite occurred, in the Jews themselves overpower those who hated them. This is what the God do. God changing everything in their behalf. مش شاف صالحهم كل حاجة. Verse 2. Verse 2. اجتمع اليهود في مدنهم. طبعا كل وهيهود يقعد مستني بلا يهجموا في كل بلاد الملك أحشا ويروش. كان بلد هما مئة سبعة وعشرين بلد ليمدوا أيديهم إلى طالبي أزيتهم. خلوا بالكم هما مش بيأزوا هو اللي هيجي يأزهم هما اللي هيردوا دفعوا عن نفسهم. فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على جميع الشعوب. يعني ايه؟ خفوا منهم. طب خفوا منهم منين؟ دي قوت ربنا لدهالهم. The Jews gathered together in their cities. There is 127 different cities throughout all the provenience of the king أحشا ويروش to lay hands on those who saw their heart and no one could withstand them. Why? Because fear of them fell upon all the people. This is actually the act of God. So sometimes God gives you power. Even you are very weak. But he gives you power in the sight of your enemy. So they can't come to you. ودي كانت ظهرة زمان في الأحداث الكنيسة تلاقوا كده يبقى ضعيف ويحس في قوة خارجة. مين؟ إيه قوة دي جاية منين؟ ربنا بيحامي عنه. الرب يدافع عنكم وأنتم تسمتون. ما تخافش. لو هتتأذي من حد لو في حد عايز يعمل لك مشكلة ما تخافش. ربنا هيقف معاك. حتى لو المدير بتاعك في الشغل. حتى لو كان عنده باور كتير. ربنا هيديك نعمة في عينه. هيخليه خافك ويهابك. والذي بيحصل. If you find any troubles, don't be troubled, don't be fear. Because God will fight through you. When you are very weak, the power of God very good. So the power of God do opposite your power. If your power is little, the power of God is big. If your power is big, the power of God is little. So if you are weak, He will stand. يقدر يسندك ويديك نعمة كبيرة عدد ثلاثة بيقول وكل رؤساء البلدان والمرازبة والولاه وعمال الملك سعدوا اليهود لأن رعب مردخاي سقط عليهم كل دول عملوا إيه في اليهود؟ سعدوهم سعدوهم إنه إيه؟ إن اليهود يقفوا to stand against the people who want to kill them كل رؤساء البلدان والمرازبة المرازبة دول اللي هم زي اللي بيجمعوا الفلوس الضرائب زي بتوع التاكسز والضرائب دولة والولاه الولي اللي هو مسؤول عن البلد وعمال الملك يعني ربنا كمان مش بيحمي عنك كمان بقوة جواك لا ده بيديك كمان نعمة في إنحد تاني يشتغل معك God not only act in yourself but he make a lot of people to defend you to stay with you لأن رعب مردخاي وقع عليهم رعب مردخاي اللي هو إيه؟ القرار اللي كتم مردخاي وقع عليهم وخوفهم عدد أربعة يقول لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك ربنا إدى نعمة كمان لمردخاي فقافوا منه لا يا ربنا بيدي نعمة ليك ويديك يشتغل جواك تلاقي كل الأمور شغالة كده للخير في بيت الملك وصار خبره في كل البلدان لأن الرجل مردخاي كان يتزايد إيه؟ عظمة يعني ربنا يرفعك 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 وإعداءك ينزلوا 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 دي قوة يخافوا منك ويشغل ناس تسندك هذا هو حق الله حق الله في بيت الملك في مردخاي كان مردخاي في بيت الملك وإنه يتزايده في كل الملك لأن هذا الناس مردخاي كان مردخاي أكثر مهم في بيت الملك في بيت الملك فضرب اليهود جميع أعداءهم ضربت سيف وقتلوا هلاك وعملوا بمبغديهم ما أرادوا يعني إيه؟ لما جميع يهجموا عليهم دفعوا نفسهم وأقتلوا أعداءهم بس ما سلبوش الفلوس بتاعتهم يعني كأنه قتل دفاع عن النفس عارفينه ما يكون فيه قتل دفاع عن النفس هو كده بالزبط عدد ستة وقتل اليهود في شوشن القصر وأهلكوا خمسمائة رجل ده شوشن القصر يعني البلد نفسها بتاعت شوشن دي في ستة في سوشن البلس الكبير مات خمسمائة راجل حوله يقتلوا مين؟ اليهود طب دول مين دولة؟ دولة اللي كانوا ماشيين ورا أولاد هامان العشرة خلوا بالكوا أولاد هامان لسه ماماتوش فأولاد هامان دولة كانوا بيقوموا الناس يقتلوا اليهود في البلد تُسْلَهُمْ وَأَسْفَاسَةَ وَأَدَلِيَ وَأَرِضَيَهُ وفرمشتا وقريصاري وقريضاي وبزاستا دول إيه فيرس 10 عشرت بني هامان بن همداسة عدوه اليهود قتلوهم ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى إيه يعني ما خدوش فلوسهم يعني بس دفعوا عن نفسهم بس فيرس 10 except the 10 sons of the Haman so فيرس 7 and 8 and 9 the names of the 10 sons of Haman the enemy of the Jews they killed but they did not lay a hand on the blunder عدد 11 أول في ذلك اليوم أتى بعدد القتلى في شوشن القصر بين يدي الملك يعني أدلوا النتائج اللي تقتلوا فقالوا له اللي تقتلوا في مدينة شوشن دولة كانوا 500 people فيرس 12 فقال الملك لستير الملكة في شوشن القصر قد قتل اليهود وأهلكوا 500 رجل وبني هامان العشرة فماذا عملوا في باقي بلدان الملك؟ طبعاً بتعجب قال لها إذا كان في شوشن بس أتى له 500 أولاد هامان فما هو سؤالك فيعطى لك وما هي طلبتك بعد فتقضى حب هو يعني يكرمها قال لها أظن أن الوقت يعني القرار بقى فاديك وفي 500 مات فعايزة ايه تطلبي ايه تاني يعني عارفين الملك ده شخصيته ضعيفة فكان دايماً يشوف الظروف لما تبقى معاه يمشي عليه فقالت ستير انحسن عند الملك فليعطي غداً أيضاً لليهودة الذين في شوشن حست أن لسه في أعداء لليهود في بلد شوشن دي ما متوش قالت له معلش طلبطي أن يعملوا كما في هذا اليوم ويصلوبوا بني هامان العشرة على الخشب يعني ايه طول مولاد هامان دول موجودين المشاكل هتبقى موجودة نخلص منهم خالص ودينا فرصة بكرة اليهود يدفعوا عن نفسهم في بقية البلد كلها حست أن رصة المؤامرة ما خلصتش verse 13 then Esther said if it blazes the king let it be granted to the Jews who are in Sosan to do again tomorrow according to the today decrees and let him and his tenth son be hanged on the gallows because they have all the evil they are the head of the servant الدراسة بتاعت التعبان شيء دايما دايما لما يكون في شر أحسن حاجة يتشل خالص لما تبقى منه حتة هتعملك مشاكل بعدين نويت توب يبقى توبة بالكامل تقولش أصلها خلي دي هتخلي دي ليه؟ أصل النمرة دي في جيبي هتقعد تعمل ايه؟ أصل الإزازة دي في البيت ممكن تنفع نويت توب ارمي كل حاجة نويت توب ما تسيبش حاجة الحاجة اللي كانت بتغلطك نويت توب إيه أثبت بقى نفسك ما تسيبش للشيطان صغرة يدخل منها لأنه هيدخل تاني إحنا عندنا حرب مستمرة مع الشيطان فهنا بيوريك ان بني هامان دول عاملين زي الشيطان لو انت عايز تخلص خلص كل حاجة هنا يصبح أخير من هامان كما تحجل 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 مجردين مجردين لذا إذا كنت تريد أن تتساعد اتساعد من كل حاجة التي تحتاج لتحجل مجردين لتحجل مجردين لا تتساعد لأنه مجردين لو كانت تأخذ ماء سيكون مجردين هل تعرفين مشكلة ايه في الزرعك؟ هل تعرفين ما يكون عندنا شجرة قدام البيت عشان تشيلها بتدفع ساوزند دولار عشان تشيلها ولما تشيلها بس بقولك عشان تخلوا بالكو يعني اللي عنده شجرة لازم يقتلوا الجدور لأن بعد شوية هتلاقيها طلع التاني انتوا عارفين دا لقوا بيت هنا الجدور بتاعت الشجرة خلعت الأساسات بتاعت البيت من مكانها والناس خلعوها وخدوا فلوس بس ما قتلوش الجدور عشان كده طلع التاني لذلك اناقذوا البيت هذه الجدور كاملة المبكة في مكان المبكة لذاه لانك تخطيها اذا اناقذوا فلوس اناقذوا البيت من هذه الجدور لأن المبكة جدا سيطور مرور سيطور مرور لذا سيكون المنزل لتحرك لذلك اناقذوا فأمر الملك أن يعملوا هكذا وأعطى الأمر في شوشم فصلبوا بني همان العشرة عشان كده بوليس يقول لك أنا صلبت للعالم والعالم تصلب لي يعني إيه يا بوليس يعني يقول لك لما أجي بص للعالم ألاقيه مسلوب ميت أنا مش عارف أخذ منه حاجة والعالم يجي يضحك علي بحاجة أقول له أنا مسلوب أنا ميت هتأخذ مني إيه فبوليس يقول لك أنا صلبت للعالم والعالم تصلب لي فلما تعامل مع العالم أنا ميت لي وهو كمان ميت لي فأنا لا أشتهي حاجة منه ولا هو عايز حاجة مني سانت بول ذات said I crucify the world and the concept of the world crucified so when I tempted to do something in the world I feel that the world is crucified already he died and when also the world and the devil try to tempted me to lost something from the world I say I am crucified myself so I crucified myself and the world crucified in my thinking so this is mindset of Saint Paul that encourage him don't think about any bad words from the bad losses or something for the world because the world is dead for me if the world is dead for you you are so lucky you will live your spiritual life in a very strong way لو حسيت أن أنت بس سترنج في العالم كذا نحن نقول في القدس نقول في القدس نقول في القدس we are sojourners in this place so we are here a stranger like when you get a hotel motel 6 or any hotel during your travel you know that you will spend one night or two nights at maximum and after that you will continue your traveling if you consider this hotel is my final destination you are stupid because it's not your final destination if you consider airport is your final destination you are crazy because airport like an area you are waiting for it to transfer you from state to another state from state to another state from country to another country so I have a lot of ideas when you stay in the airport think about it get paper and pencil and write down yours inside the airport is smaller view of the world you can see a lot of people buying selling eating drinking taking rest charging their cell phone go to the bathroom waiting for the plane cry because they miss their plane happy because they meet another family crying because they will say bye to so this is the world yes لما يجي لن عيل جديد في العالم بنفرح مش كده حاجة جميلة قوي يقول لك لما يجي عيل جديد يتولد العالم هو بعيط وإحنا فرحانين ولما يجي يموت هو فرحان وإحنا نعيط بيحصل للعكس للك لما هو بيجي عيط في العالم هو عادي أقول لك بس دي مش مظبوطة يعني وإلا ك هو شايف الشأ اللي في العالم لا يرى شيء ولا حقا يخارج من بطن أمه فمرعوب يعني حس الدنيا غريبة عنده وإحنا فرحانين بيه هو عمال يعيط لكن عندما هو ماشي بقى من العالم هو فرحان وإحنا بنعيط عشان سابنا هناك جيدة بيكتشار عندما تحصل على أبي عندما تحصل على أبي عندما تحصل إلى العالم من أمام من أمام من أمام بلي كان يكتشار ولكن كل الناس وعندما تحصل على أبي عندما تحصل إلى العالم وعندما تحصل كان يكتشار ولكن كل الناس وعندما تحصل على أبي هذا يعني أنه لقد تحصل إلى العالم لتحصل على أمام وأنه ستحصل على أبي إلى أمام فأمر الملك فصلاب بني همان العش فيرس 15 ثم اكتماع اليهود الذين في شوشن في اليوم الرابع عشر أيضا من شهر أزار وقتلوا في شوشن 300 رجل لكنهم لم يبدوا أيديهم إلى النهب يبقى اليوم قتلوا 500 واليوم الثاني اللي طلبته إكستنشن خلوا بقى لكم استير طلبة إكستنشن بس للشوشن بس مش لكل 127 ولاية فيرسس إكستين وباقي اليهود الذين في بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم واسترحوا من أعداءهم وقتلوا من مبغديهم خمسة وسبعين ألف لكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب 75,000 they killed them all over the 127 countries في اليوم الثالث عشر من شهر أزار واسترحوا في اليوم الرابع عشر منه وجعلوه يوم شرب وفرح يعني بقوا إيه يوم بقى جلادنس وهابي ليه علشان يوم 13 كان يوم قتل كان المفروض يموتوا هما مماتوش وهم عاشوا فبقى العيد بقى يوم 14 يحتفلوا بقى فيه وسموه عيد الفوريم فوريم جاية من كلمة قرعة عملوا قرعة فوريم باللغة الفارسية يعني قرعة فاكرين لا بمهامان عملوا القرعة فكان المفروض يموتوا يوم 13 هما مماتوش عشان كده بيحتفلوا يوم 14 اليهود تلاقيهم دايما بعيد اسمه عيد الفوريم الكلاب ده بييجي في شهر فبراير كل سنة يعني لحظوا السنة الجاية شهر فبراير تلاقوا اليهود بيحتفلوا بعيد الفوريم وعيد الفوريم ده القصة بتاعته جاية من هنا من استير The Jews all over the world Every year they celebrated by فوريم Feast فوريم Feast It comes on the month of February Every year They read the book of Esther And when they come into the names of the Haman Sons They read it very quickly It means they killed them Kill, 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 kill And when they come into the name of Haman They said God Raise his name Erase his name for your eternal life And also they pray Make a prayer Read the book of Esther And when they finished the feast The rich people give the poor people money Give them candy Give them chocolate Give them fruits Because they celebrate their salvation from their enemies And this is the feast of February every year In February Twenty 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 Two Note that The celebration or the feast of For him Verse 19 Twenty Lذلك يهود الأعراء الساكنون في مدن الأعراء الأعراء اللي هي في البدو يعني جعلوا اليوم الرابع عشر من شهر آزار للفرح والشرب ويوم طيب لإرسال أنصبة كل واحد لصاحبه يبعثوا هدايا وأكل يعني عشان يحتفلوا باليوم ده وكتب مردخاي هذه الأمور وأرسل رسائل لجميع اليهود الذين في كل بلاد الملك أحشويرش القاربين والبعدين يبقى مين اللي عمل العيد مردخاي هو اللي قال إن العيد ده نحتفل به هو استبلش زيس فيست مردخاي هسنت زيليترز تو زجوز لوفر زولتو سليبريت باي زيس دي Verse 21 ليوجب عليهم أن يعيدوا في اليوم الرابع عشر من شهر آزار واليوم الخامس عشر منه في كل سنة يحتفلوا بيومين اتنين كمان كل سنة حسب الأيام التي استراح فيها اليهود Verse 22 من أعداءهم والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح ومن نوح إلى يوم طيب ليجعلوها أيام شرب وفرح وإرسال أنصبه من كل واحد لصاحبه وعطايا الفقراء زي ما حكت لكم In verse 22 He said all the details of this feast as I explained before Verse 23 فقبل اليهود ما ابتدأوا يعملونه وكتبه مردخاي إليهم عدد 24 ولأن هامان ابن همداسة الأجاجي عدو اليهود جميعا تفكر على اليهود ليبدهم وألقوا فورا فورا اللي هي فوريم اللي هو بور جاية من فيلمة بور بوريم لإفناءهم وإبادتهم وعند دخولها إلى أمام الملك أمر بكتابة أن يرد على فكرة هو بيحكي يعني هامان كتب أن هو يبدو الملك صلب هامان هو وبنيه على الخشبة Verse 26 لذلك دعوا تلك الأيام So they called these days بوريم 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 أو بلوت اللي هي الأرعى على اسم الفور الأرعى لذلك من أجل جميع كلمات هذه الرسالة ومرأوا من ذلك وما أصابهم أوجب اليهود وقبلوا على أنفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتسقون بهم اللي هم عايزين يتحولوا يبقوا يهود زيهم حتى لا يزول أن يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهم وحسب أوقاتها كل سنة مرتخيط على فكرة بيكتب details كتير يكتب كل الحاجة ويقعد عيدها عشان يتأكد أنها تكتبت وأن يذكر هذين اليومين ويحفظوا إلى دور فدور They remembered and kept from generation to generation ومن عشيرة لعشيرة ومن بلد لبلد من مدينة لمدينة ويوم الفور هذين لا يزولان من وسط اليهود وذكرهما لا يفنى من نسلهم عدد 29 وكتبت أستير الملكة بنت أبي حائل ومردخاي اليهودي بكل سلطان بإجاب رسالة الفوريم هذه الثانية يعني ختمت عن رسالة وقالت لهم أنهم يحتفلوا بيها وأرسل الكتابات لجميع اليهود في كرة الملك أحشاوي روش المية 27 بكلام سلام وأمان عدد 31 لإجاب يومي الفوريم هذين في أوقاتهما كما أوجب عليهم مرضخاي اليهود وستير الملكة وكما أوجبوا على أنفسهم وعلى نسلهم الأصوام وصرخوا يعني زي ما تعبوا في الأصوام هيفرحوا برضو بالاحتفاق وعدد الأخير وأمر استير أوجب أمور الفوريم هذين فكتبت في السفر يعني كتبوا كل التفاصيل دي في السفر لذلك السفر من أستير المتعلق هذه المتعلقات ببوريم وقد كانت بكتبت في السفر يمكنك أن تغذر ببوريم لذلك يمكنك أن ترى الكثير عن بوريم في الماضي أو الماضي لذلك يمكنك أن تخبركم ما يفعلون الناس في هذا الوقت لذلك يمكنك أن تغذر ببوريم الماضي 10 والأخير الأخير هو مباشرة يقول أن في السفر 10 ووضع الملك أحشا ويروس جزية على الأرض وجزائر البحر طبعاً أريد فلوس فأريد فأمر إمبوزد تريبيوت عن زلاند وكل عمل سلطان وجبروت وإذاعة عظمة مردخايا الذي عظمه الملك مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك مادئ وفارس دي علشان The Chronicles of the Kings of Media and Persia when you get back to these chronicles you can see actually the same story in the Bible so this is make sure that all the word of God true and it happened already verse 3 verse 3 لأن مردخايا اليهودي كان تاني الملك أحشا ويروس ما هو بقى مكان إيهامان بقى نمرة اتنين وعظيماً بين اليهود ومقبولاً عند قصرة إخوته طالباً الخير لشعبه ومتكلماً بالسلام لكل الناس طبعاً لوله مردخايا ده واللي عمله والستير كانش اليهود خده كل ده وقال مردخايا جميلة أودي لما عظمه قال إيه مردخايا إن هذا كله إنما كان من قبل الله It's a very very good saying verse 4 and Mordecai said by God have these things being done actually he did a lot but he did his part his part is small comparing what God already did but when someone prays you transfer the praises into God you did that and you are awesome this is the power of God thanks God for everything transfer every place to him because he is worthy to every place مشكلة كبيرة في الخدام وفينا إن إحنا بنخدم طعض حاجات ربنا يسمح لك إن الناس تعد تشكر فيك تكلم فيك ما تاخدش الكلام ده على نفسك ينقلوا على طول ربنا شكروا أنا ربنا اللي عمل كده ينقلوا لحد من إخواتك كتر خير الخدام اللي اشتغلوا معايا دو العمل وعمل جميل قوي لحسن لما تاخد الأجر المدح بتاخد الأجر على نفسك فأنت بتاخدش حاجة في السم فلا إنقلوا لقالة تصاب في بعض الخدام عندهم إصابة بطلب المديح ده مرض وحش يقعد يستنى الناس تقول له شكرا والناس تقول له برافو ده ما حصلش يا سلام ده أجمل حاجة شفناها ودي أعظم خدمة شفناها حتى لو الخدمة جميلة أجرك هيروح يبقى لما دحك ده ما خدمكش في حاجة ضيع أجرك لا تريد أن تأخذ الناس عن تجربة 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 بينك ومن الله إذا تحب 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 للناس تحب 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 ถثsters تحب تحب جهب يدين من هناك تحب 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 لكن تحب 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 التحب تحب Neptأن تحب يدين تحب تحب جمع وف تحب 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 And God he see in sacred he will reward you openly Verse 5 يقول وقد ذكرت حلما رأيته يشير إلى ذلك فلما يسقط عنه شيء فاكرين بقى الحلم اللي حكيت لكم عليه أهو بيقولوا بقى الحلم عدد 6 يقول إيه ينبوع صغير ازداد فصار نهرا ثم انقلب فصار نورا وشمسا وفاض بمياه كثيرة فهذا هو استير التي اتخذها الملك زوجة فاكرين الحلم اللي قد تقوموا رفضت على التنينين والتنينين أنا وهمان هو بيفصر بقى الحلم اللي هو شافه والأمم المجتمعون هم الذين طلبوا أن يمحوا اسم اليهود وشعبي هو إسرائيل الذي صرخ للرب فأنقذ الرب شعبه وخلصنا من جميع الشرور وصنع آيات عظيمة ومعجزات في الأمم وأمر أن يكون سهمان أحدهما لشعب الله والآخر لجميع اليهود فبرز السهمان أمام الله في اليوم المسمى منذ الزمان لجميع الأمم وذكر الله بشعبه ورحم ميروسه جميلة قوي الآية دي عشان كده فيرس سرتين يقول لذلك يحفظ هزان اليومان من شهر آزار اللي هو شهر 12 اللي بيجيب عندنا تقريبا شهر فبراير اليوم الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر بكل غيرة وفرح فيجتمع اليهود شعب جماعة واحدة في كل أجيال شعب إسرائيل فيما بعد وبكده ينتهي سفر ستير المليان قصص جميلة قصة جميلة ومليانة معاني حلوة قوي قوي وشوفنا في الآخر عظمة مردخاي اللي حب شعبه والقلبه كان متسع لشعبه ولذلك ربنا جاب السلامة والإنقاذ لشعبه عن طريقه هو وستير وشوفنا قد إيه بيرجع المجد ربنا وده اللي بنتعلمه من الكتاب والناس الكويسين اللي في كتاب المقدس إن شاء الله الإسبوع الجاي هنكمل بقى سفر عزرة احنا كنا خدنا عزرة من واحد لاربعة وبعدين دخلنا بقى بعزرة واحد لاربعة بعدها جي حقاي وبعد كده جي زكريا وبعد كده جات إستر وبعد كده بقى من خمسة يعني كل الثلاث أصفار دول جاية بين شابتر 4 وشابتر 5 لذلك سنقوم بقى إزرة من شابتر 5 لأن بين شابتر إزرة شابتر 4 وشابتر 5 هناك حقاي وزكريا وإستر وشابتر 5 هذا هو حقا في حالة لحظة لذلك سنقوم بقى بعد كده من السفر دي بي أو دي بي لذلك سنقوم بقى كل حالة سنقوم بقى سنقوم بقى لذلك سنقوم بقى 6 سنقوم بقى إزرة 5 6 7 8 10 and the glory be to our God forever and ever أمين لإلهنا كل مجدوك روح أمين حقا في الخبر ودهت like نفوح أمين لحظة تقوم بقى إزرة وضع بقى إزرة